السلام عليكم متابعي قناة استمع للأعزاء ليس هناك شك في أن الكوبرا هي من أكثر الكائنات المخيفة والأكثر سماً والأكثر رعباً على كوكبنا ولكن هذا لا يغير حقيقة أن كل حيوان مفترس بغض النظر عن حجمه أو قوته سيجد نفسه عاجزاً في مواجهة مفترس آخر في فيديو اليوم سنتحدث عن حيوان شرير وماكر يدعى النمس لأنه أحد المخلوقات القليلة جداً التي ترهب الكوبرا بلا هواده وهو بالضبط من نخنع على وشك رؤيته في فيديو اليوم لكن وقبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصيلكم كل جديد ما نشاهده هنا هو نمس جائع يهاجم الكوبرا المخيفة الثعبان المسكين يفعل كل ما يخطر بباله للهروب من هجماته المميتة التي حاول الهروب منها في البداية لكن النمس كان أسرع بكثير لذلك حاول أن يلتف حوله ويعضعه ولكن النمس كان رشيقاً جداً لذلك لم يجد صعوبة في هزيمة الثعبان لأن حركته سريعة جنباً إلى جنب مع مرونته لا إله مكنته من تفادي كل هجمات الثعبان وهو النمس يظفر بوجبة غذائه الطازجة حدث شيء مشابه هنا عندما اكتشف نمس كوبرا صغيرة تتجول في مزرعه وقرر تناولها في وجبة الغداء كان هذا الثعبان أصغر بكثير من الأفعى السابقة وكان أسرع بكثير وله القدرة على التهرب من هجمات النمس التي كانت من الصعب للغاية أن يتفادها أي حيوان مفترس الأشخاص الذين كانوا يصورون حاولوا وخز الثعبان بعصاه واستغل النمس هذه الفرصة لينقذ على الأفعى وتكون وجبته القادمة في مشهد آخر كان هذا الثعبان بطئا جدا عند محاولة لدغي النمس وتمكن النمس من ابعاده عن موقعه الدفاعي فحاول الثعبان الزحف بعيدا على أمد العطور على مكان للاختبار ولكن النمس لم يسمح له بالابتعاد كثيرا لم يتوقف أبدا عن مهاجمة لفعه ولا خط للأخذة واحدة بل بدأ في أكله بينما كان لا يزال على قيد الحياة لقد كان قويا جدا لدرجة عدم السماح لمثل هذه الوجبة اللذيذة بالذهاب بعيدا تم التصوير هذا المقطع في بعض القرى في الهند حيث تجمع السكان المحليون لمشاهدة وتصوير واحدة من أكثر المعارك الملحمية بين النمس والكبرى وكان يوما ممطرا كان الطريق مليئا للبرك التي سعدت الكبرى على البقاء لفترة أطول هجمات النمس لهوادة فيها كالمعتاد لكن البركة الصغيرة التي كانت الكبرى تختبئ فيها جعلت مهمته أكثر صعوبة استمرت المعركة لبضع دقائق بين الاثنين وتمكنها النمس أخيرا من قتل الأفعى في النهاية ثم جر فرسته إلى الغابة حيث كان يأكلها بسلام تجدر الإشارة إلى أن النمس يمكن أن يتحرك بسرعة عشرين ميلا في الساعة مما يجعل احتمال هروب أي ثعبان من المستحيل لكن خفة حركتهم ليست سرعتهم بحسب بل هي سلحهم الرئيسي حيث لا يمكن لأي ثعبان مواكبة حركتهم السريعة وهجماتهم السريعة الخطفة لم تكن هذه المجموعة قادرة على الاقتراب من الثعبان وذلك نظرا لأن جلدهم ليس سميكا مثل غرير العسل وأنهم محصلون جزئيا فقط من سمي الأفعى على الرغم من أن الثعبين يمكنها التغلب على التماسيح الأكبر والأكثر عدوانية واستيطرت عليها إلا أن النمس لا يزال واحدا من أسوأ كوابسها وجدت هذه الأفعى نفسها محطة بأكثر من عشرين منهم وأصيبت الأفعى المرعب بالشلل التام مجموعة النمس هذه كانت مترددة في مهاجمة الأفعى في البداية لكنهم سرعا ما استجمعوا شجاعتهم شنوا هجومهم المميت وبدأت مجموعة النمس في مهاجمة الثعبان بلا هواده وكانوا يمزقونه حرفيا كان الثعبان المسكين عاجزا تماما عن مهاجمتهم وانتهى به الأمر كوجبة غداء لهم في اليوم الذي بدلت فيه الكبرى قصار جهدها لتجنب هجمات النمس الجائع أيضا في إحطى الغبات في الهند كان هذا الثعبان قد خرج من عشه للتو عندما هجمه النمس من العدم وفاجأه بشدة بدأت الكبرى تفعل كل ما في وزعه للهروب ولكن النمس بدأ جائعا جدا ولم يتركه يذهب إلى أي مكان كان الثعبان محاصلا تماما غير قادر للوصول إلى عشه الذي يقع على بعض بضعة أقدام فقط نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو فأرجو أنكم قد استمتعتم به نرجو التكرم بزر الإعجاب الجميل والانضمام لعائلتنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ولا تنسوا ترك أرائكم ونصائحكم في قسم التعليقات في الأسفل يمكنكم أيضا الاستمتاع ببقية الفيديوهات نراكم بخير